في ظاهرة الثامن عشر من مارس 2011 انطلق الرصاص ليخترق أجساد عشرات المحتجين في ساحة التغيير بصنعاء ثلاثة وخمسون شهيداً سقطوا برصاص قناصة صالح وأكثر من مائة جريح في مجزرة بشرية مروعة لقد كان يوماً حزيناً في تاريخ اليمنيين ست سنوات على ذكرى جمعة الكرامة تأتي ذكراها وخيط الدم المتدفق من ذلك النهار العصيب لا يزال يصب في تراب اليمن ولا تزال البلاد كلها تعيش معركة الكرامة وقف العالم ليشاهد جريمة ارتكبت بحق مدنيين عزل في اليمن بشكل ممنهج ومخطط تم التحضير له قبل الجريمة ونفذت بعناية وتمويه كبيرين لم ينطفئ الحلم ولم تندثر الثورة هذا ما يقوله شباب الثورة اليوم الذين رموا الورود جانباً واضطروا إلى حمل السلاح دفاعاً عن حريتهم وكرامتهم وسنستمر في ثورتنا وفاء لشهداء قمعة الكرامة ونقول للعفاشيين لن تثنون عن قاومتنا أو عن ثورتنا سنستمر في ثورتنا بعد أن مضى القتلة في طول البلاد مشرعين للموت أبوابه وللبلاد بلاء صالح الذي استطاع أن يحول المسيرات السلمية التي خرجت مطالبة برحيله إلى جحيم سقط صالح إلى غير رجعة حتى وإن حجب البلاد بالحرائق والدخان فيما لا تزال الحقيقة غائبة تبحث عن هدى يتسع جرح البلاد ويتسع وجع السؤال أين ذهب قتلة الشباب العزل في جمعة الكرامة يلح السؤال في جريمة وصفتها يوم الرايتس وواتش بالهجوم الأكثر دموية على المتظاهرين في انتفاضة اليمن ست سنوات ولا يزال اليمنيون في نضالهم المستمر ولا تزال مذبحة جمعة الكرامة المروعة حاضرة في وجدانهم ووعيهم فيما ترتفع الدعوات محذرة من مخاطر غياب العدالة في هذه الجريمة وتأثيره على مستقبل السلم الاجتماعي في اليمن